اوجد قصف نظام المستمر على حلب فرصة هامة للائتلاف ها هو يسعى لاستغلالها بشأن المماطلة في عقد مؤتمر جينيف اثنان فرئيس الائتلاف احمد الجربة كان قد سعى سابقا لتأجيل المؤتمر دون جدوى والان يقول الامين العام للائتلاف بدرجاموس ان القصف المستمر على حلب سيعيد نظر الائتلاف في المشاركة في جينيف على الاقل هذا ان لم يتخذ قرارا اصلا بعدم المشاركة وبحسب عضاء في الائتلاف ان القرار الجديد يعتمد على عوامل هي تقويم الموقف السياسي والاقليم الدولي وتوفر الضمانات الكافية لنجاح العملية السياسية وتشكيل هيئة سياسية من دون الاسد اضافة الى مدى التزام النظام بمقررات المؤتمر هذه العوامل في واقع الامر تعيد جينيف الى نقطة البداية وهي بنظر المجتمع الدولي غير قابلة للتحقق خصوصا فيما يتعلق بمخرجات المؤتمر كما انها تتعارض مع تصريحات ادلى بها الجربة سابقا فمن المفترض ان رئيس الائتلاف لديه ضمانات بشأن المشاركة فضلا عن كون العوامل لا ترتبط مباشرة بالاحداث الاخيرة في حلب ويعالق الائتلاف بحسب تصريحات قياديين فيه القرارات الجديدة على رد فعل الداخل اذ ارسل مفدين له لاستطلاع الاراء ومشاركتهم في وضع التصور الجديد لكن وكعادتها تصريحات الائتلاف تأتي غامضة دون اضاح من هم الداخل وكيف ستتم العملية فان كان الحديث عن حلب بطبيعة الحال فالائتلاف اصلا على قطيعة مع فصائل حلب وخصوصا بعد احداث باب الهوى الاخيرة التي احرجت هيئة الاركان امام الحليف الامريكي تحديدا يرجح معلقون ان يكون حديث الائتلاف عن الداخل شماعة ليس الا لتأجيل انعقاد المؤتمر في ظل تغير المواقف الدولية ويمكن القول تراجع الدور الامريكي كثيرا في الملف السوري وتحديدا فيما يخص مشاركة الائتلاف في مؤتمر جينيف والضمانات المطلوبة لذلك